صباح الخير لكل مشاهدينا من جديد واليوم معنا الفنان زي ما أنا يمكن سميته باستعراض الفقرات سامي فلاح الزعبي لأنه هو فنان ومصور محترف بيقدر أنه يثبت اللحظة وبيقدر من خلال الصورة يخبرنا حكايات ولا أروع اليوم معنا سامي حتى نحكي أكثر عن معرض حكاية صورة وأيضا عن الكتاب اللي بيحمل نفس العنوان صباح الخير سامي أهلا سهلا فيك صباحك وصباح الخير لكل المشاهدين حديثنا اليوم سيكون رائع سنتحدث عن معرضك وكتابك اللي بدأوا يمكن ممزوج بصور رائعة بألوان أروع بتوصق بلدنا وبتوصق تاريخنا والمعرض والكتاب يمكن جاءوا بوقت عمان عاصمة الثقافة الإسلامية ما إنها اختيرت عمان كعاصمة الثقافة الإسلامية وأيضا يمكن أنت اخترت وجود المعرض بهاي الفترة على هامش مهرجان المسرح لأربعة وعشرين رح نعرف تفاصيل أكثر بس أنت زوتنا أيضا بفيديو من أعمالك خلينا يمكن مشاهدينا أنا وسامي وأنتم نشوف هذا الفيديو ومنرجع حقاً حقاً موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله شو هد سامي يعني فيديو رائع يعني انا عم بتفرج وما حسب بالوقت صراحة لانه دايما بقوله يمكن الكلمات بتعبر ولكن الصورة مرات بتعبر عن الف كلمة فعام نشوف الأردن بكامرتك وبعيون سامي الزعبي هلأ عام نحكي خلنا يمكن هيك نكسب وقت ونحكي عن بداية كتابك انا بحب بابلش بالكتاب وهو حكاية صورة حكي لنا شوي عنه اللي كتير ماشي حسين حكي لنا شوي عن هذا الكتاب لاني رح اتصفحه كمان واشوف شو فيه صور هلأ كتاب حكاية صورة هو بنفس عنوان المعرض المعرضي الشخصي الخامس برعاية ودع من وزارة الثقافة الكتاب حاولنا انه يكون اكثر تعبيرا يعني اخترنا 26 صورة ومش انا اللي اخترت الصور بصراحة حاولنا انه نحط تعليق بسيط ولو شرح قصير عن الصورة برؤية الكتاب الاردنيين اللي بنعتز فيهم يعني في عنا اسماء من ابرز الكتاب الاردنيين اذا بتسمحي لاقراهم الدكتور صلاح جرار والكاتب احمد حسن الزعبي والشاعر محمد غضير والشاعر محمد سمحان المفكر ناهض حتر دكتور حكمة نوايسة الروائي مخلد بركات والكاتب مفلح العدوان والروائية سيم ابو عواد وكان فيه تقديم للشاعر والفنان التشكيلي للكتاب من محمد غضير هو شاعر وفنان تشكيلي يعني هو بيحكي عن الصورة اكثر من من اللغة الصحفية اللي متعودين عليها فلغة شعرية يعني هلما تران على سبيل المثال انا خلني اشوفي مكان صورة الدحنون زهرة الدحنون اللي انت مصورها كاتب دكتور حكمة نوايسة علامة او اشارة دم ولكنها وردة باي حال ومفتاح لكل الفصول فتعليق اكيد يعني بعبر عن هاي الصور الرائعة وين خطرت لك فكرة انك توثق هاي الصور بكتاب هو بصراحة من فترة طويلة الكتاب بس الفترة هاي حاولت انه استغل المهرجان بحيث نروج الاردن بطريقة مش زي المتعودين عليها انه هاي البترة اللي بعنوها الانباط واللي توجد بالمكان كذا يعني اتوقع انه كل الناس بتعرف الاماكن السيحية وين بتكون بس خلينا نعلق عليهم بطريقة اكثر ادبية ونحبب الناس فيها بطريقة اخرى مش ترويجية بطريقة اخرى تمام هلا المعرض اللي بيحمل نفس عنوان الكتاب حكاية صورة بكرة الافتتاح ساعة ستة ونس ورح يستمر لواحد واحد وعشرين حداش حكي لنا شوي عن هذا المعرض اول شي يمكن ليش اختياره بهذا الوقت بما انه عمان عاصمة التقافي الإسلامية بس برضو انت كمان التوقيت اخترته حتى يخدم الاردن بشكل اكبر بشكل اكبر المعرض طبعا الشخصي الخامس الي رح يكون بالمركز الثقافي الملكي برعاية معالي وزير الثقافة ساعة ستة ونص رح اعرض تقريبا ثمانين صورة بمختلف الاحجام المهرجان المسرح الاردني هو اهم المهرجانات الاردنية يعني في ضيوف ثمن دول ثمن وفود من الفنانين المعروفين بالوطن العربي فحلق انهم شوفوا الاردن بالصور لانهم بالمد اللي بيجوها مش رحين يقدروا يلف الاردن كلها صح ويعني من جديد وزارة الثقافة صارت تعمل جولات لهاي الوفود جولات سياحية تعرفهم على الاردن وهذا ايش ايجابي كثير للوزارة وتنشكر عليها يعني انت رح تلففهم الاردن كلها بمجرد زيارة المعرض من خلال المعرض وطبعا كل من الوفود رح يحملوا الاردن معهم الى دولهم ورح يقدروا انه يروجوا ايضا للاردن من خلال الكتاب طبعا هذا عمل يعني رائع نقدر انه نروش فيه سياحتنا عجبتني طبعا من الصور عجبني كثير من الصور ولكن عجبني يمكن التعليق على هذا الوجه الرائع اللي عم نشوفه بهاي الصورة لانه يمكن سامي مش بس صور ايضا الاردن صوه وجوه اردنية كمان طب احكي لنا سامي كاميرتك اللي هي الاداة اللي بتقدر توصل فيها رسالتك شو بتحس انه المصور الفوتوغرافي ينقصه هون بالاردن هل عم تقدر توصل رسالة او محتاج يمكن امور معينة كمصور فوتوغرافي رسالة من كل المصورين الفوتوغرافيين مصور فوتوغرافي اكيد بحتاج دعم معنوي بحتاج دعم مادي من جميع الجهات لانه زي ما بنعرف تقريبا التصوير الفوتوغرافي ثاني اغلى هواية بالعالم بعد الرالي طبعا معداته مش سهلة بس شوية شوية الحمد لله يعني هينو بننتج بدون ملاشئ تعبيرا عن حب للتصوير وعاشقنا للوطن يعني انا بتوقع لو اطلع دولة ثانية مش رح اصور بهيك حب هذا الشغف صح اكيد طب سامي يعني بعرف انك انت شخص طموح وعم بتحاول زي ما انت قلت ضمن الامكانيات المتوفرة انك تقدر انه توصل كتير من الامور شو هلأ مشاريعك القادمة شو بتحس سامي حابب لوين انه يقدر انه يوصل يعني عم تعمل عملت معرض وهلأ كتاب ان شاء الله القادم يكون كمان اكبر ان شاء الله بصراحة انا كوني مؤسس وكالة وجه الاردن اول وكالة اعلامية طبعا حاصل على العديد من الجوائز يعني سامي شارك معارض محلية وعربية ايضا مصور لاغلب المهرجانات المسرحية حاصل ايضا على عدة جوائز من هالمركز الثاني بمحور الصورة الصحفية يعني ما شاء الله السي في تغير تلك يعني الحمد لله بصراحة ناوي اطور الموقع بحيث انه يخدم السياحة بشكل اكبر وزي الكتاب زي فكرة الكتاب يكون مترجم للانجليزية اقل حد ولو تحكي لي شو المشروع القادم بحكي لك حاب اعمل اشي لفلسطين ممتاز يعني كل الشكر اليك الله يسلم سامي الزعبي نورتنا وان شاء الله دائما الكاميرا من خلال يمكن عينك تقدر انها توصل كل رسائب ذكية عبنا نرجع نذكر سادة المشاهدين معرض حكاية صورة بكرة ساعة 6 ونص في المركز الثقافي الملكي مستمر لواحد وعشرين الشهر روحوا وشوفوا الصور شوفوا الاردن وشوفوا الاردن ايضا من خلال كاميرا سامي الزعبي الف مبروك للكتاب والمعرض شكرا للشاشة الوطنية تلفزيون الاردن على استضافتهم دائما ورعايتهم للمصورين بشكل عام يعني اهلا وسهلا